وأنا من ضمن القضايا اللي تعتبر هي في حد ذاتها نكتة لكنها فعلاً واقعة ومراتي خاصمت مع زوجها وكان دافع لها أربعين ألف قالت هي مدرسة وهم وضع خذ أربعين ألف وطلقني راح خذ أربعين ألف وطلقها خلع نعم خلع بعد مجلسة ستة أشهر صارت حنت له وتال واش رايك والله الأربعين راحت والله معاد عندي العشرين قالت فيها بركة المهم جاء وتزوجها وعقد علىها عشرين وبعد مجلسة وضعها سنتين وكذا زعلت عنه قالت خذ عشرين الله لا يستثل خيرك وراح خذ الأجود عشرين وراح بعد مجلسة لها مدة حنت قالت شي اسمه نرجع وتزوجها ما عندي إلا خمسة خمس ثلاث المهم قالتها عطنيها فيها بركة هذه أنا ما سؤالة عنها قصة ألف لما يطويل الأمر رجعت بالخمسة ثلاث مرات تحين ترجع نعم رجعت بالعشرين نعم ورجعت بالخمسة نعم أي جاءت المرة بعد الخمسة دي تبيت ترجع خافت أنها ثلاث طلقات معت حل أنا جت تستشيرني قالت يا شيخ الجصة سداء وسداء وسداء قلت حينو انتي بسوجات وانا ذا الحين زعلانة أبي فرجا أبعطي خمسة قلت ترى مرت جاية معت في هل ريال خلاص هل خمسة بيأكلها ولا عاد بيأكل والله ما عاد أعود له والله ما عاد أعود له قلت شوفي انت دا حين روحي ولا تقول لي انك خالعني ولا شيء روحي سيدة شهرين ثلاثة نعم لا تطلبين الخلع تقصمين وياه في الليل وتطلبين الخلع بعض سر نعم قلت نفسة فرص روح شهر شهرين وجربي انعزمتي ما يخالك ما عزمتي في الناس تعودين ولا في قلع ولا في شيء والخمسة الاف في جيبت المهم هدى الله تعالى وأجلت وما أجلسة أياما اللي هي راجعة وما عودت لأنها تدعي لي جزاك الله خير والله عندي زمينات ترجون أعطيها الخمسة لا أبوه لا أبو سيدة وأنتي 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 وأماما وأبتشوفه وأنا والله يعني أني وجدت والمسكينة بعد ما تحمل ظهر أنها عقيم أي ما تحمل ولا شيء وهي في حاجة للزوج تقول الله أني في حاجة أعيش في الكنفة ويشيرني وروح بي وأقول له هالي بروح لزوجي بروح لبيتي لقعت عنده هالي حتى هالي ما يجون لي ما أستطيع أعزمهم وين أعزمهم أنا في بيتهم نصر لي بيت عزمتهم وجاوني تعشوا عندي بنروح لفلان أو بنجي لفلان هذه الأمر يا شيخ هذا هذه الأمر مهم جدا ولذلك نحن نقص على بعض الحريمة حيانا أنا أقص وحيانا نصير يعني أنت ما تفهمين والهدف أن الواحد يهزها علشان تتفكر مسكينة تتفكر لأن يعني اتخاذ القرار مثل القرار الطلاق وقرار الفرقة وقرار بسرعة هذا ما يخدم صحيح هي ستكون أكبر متضرر لديه لأن هي هي اللي هي اللي بتهتم بالأطفال بعض الرجال يا أخي عنيد إذا طلق المرأة وراحوا بناتها عندها إذا جاء خطب حد عاند المرأة ما يزوج عناد يصير بينه وبين أمهم عناد ويبدأ أن البنيات مضحية صحيح يعني هكذا فعندنا عندنا قضايا عند المشاكل إذا أصبرت المرأة وزوجت عيال وزوجت بناتها ذلك الحين بغى تخلصوا لكن تضع لها واحد يقف لها بالمرصات ويؤذيها كل ما جاء حدي خطب عناد 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 ما عاد يفكر له في الدين ولا تدين ولا بنيتها المسكين مفروغ الآن يا شيخ أنه يبحث لها عن زوج كفه ويدفع له وكان عاقل لا لا يجي لكفه ويرد له لأنه وهو بي أمه على هوا فإذا بغت الأم جاءت الأم بيتسنى جاءت الأم وأحيانا بعد الأم تعالد يجي واحد من قبل الأب جاءت الأم لا ما يصلح عناد وضحية البنات وضحية البنات نعم طيب يوم مع الشيخ